أود أن أركز على نقطة محددة وهي ما تفضلتم بفضلاتكم منذ ثوان وهي الاعتراض على القضاء والقدر يعني كلنا مبتلا وكلنا يمرض وكلنا يفقر وكلنا تعتريه ظروف قاسية في هذه الحياة الدنيا وربما يلحظ الإنسان شماتة في نظر الآخرين هكذا ضيق عليه رزقه هكذا يعامله الرؤساء هكذا هو مبتلا هكذا هو كذا هو كذا ماذا يصنع هذا الشخص إذا أراد أن يكون مؤدبا مع الله تبارك وتعالى أولا عندما يرى الابتلاء قادما يقول مرحبا بشعار الصالحين الله أعلى إذن هو سوف يحمل راية من رايات الصالحين في الابتلاء لأن الابتلاء مراس النبوة فمن قلح الظهو من الابتلاء قلح الظهو من مراس النبوة الله ولذلك قال عبدالله لأنه دخل على الدرب طالما أنه يعني سبحان الله بدأ الابتلاء يأتي إليه فليعلم أمورا خمسة أنه صار في معية الله الله أكبر وأن هذا الابتلاء ليس أكبر من ذلك بمعنى أنه أصبت في مسألة رزقي لكن صحتي ما زالت موجودة أصبت في الصحة أذال عملي موجودة أصبت في العمل ما زال أبنائي يدورون من حولي ما زال الأمن يراعيني من الحالة الأمنية التي تحيط من أمس آمنا في سربة معافعا في بادة ما زلت أتنفس ما زالت عيني ترى ذلك لما قطعت رجل عروة رضي الله عنه وقال بكى قالوا أتبكي من قضاء الله يا عروة قال لا والله ما أبكي لقطع قدمي ولكن يعلم الله أنها ما صارت إلا لتعمير بيوت الله والإنفاق على اليتامى والمحتاجين لكن يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير فكيف أشكرك يا الله إذن هو قطعت رجل لكن ما زالت هناك رجل أخرى ما زالت ثم أن الابتلاء ليس في الدين الابتلاء الذي عوض له أن يكون في الدين لكن الابتلاء الدنيا عارية مسترجعة بمعنى أن يعني صحة تذهب وتجي مال يذهب واجي سبحان الله يعني الحسن بصر يقول والله لقد ظلمنا أهل الدنيا فنظر الحسن بصر لا يمكنك شيء من خطاب الدنيا أهل الدنيا كيف يعمل قال أكلوا فأكلنا فإيه قد يكونوا أكلوا أشياء لكن بعد أن تشبع البط أكل خبز حافق زي ما أكل أطيب الطعام من عند الحادي أكلوا فأكلنا وشربوا فشربنا ولبسوا فلبسنا ولكنهم من الغد قلقون في حالة قلق ونحن في رحمة الله بطمئنه يا سلام إذن هذي الذي يرى الابتلاء عندما يرى الابتلاء يفرح قال علماؤنا إذا مر عليك أربعون يوما مرة أربعين يوما لم تكتلى راجح حساباتك مع الله الله أكبر طبعا لما في خلل في خلل سبحان الله نعم نعم يعفوذ الإنسان يسر ويسعد بالابتلاء المرأة سبحان الله ليس بمؤمن اسمع هذه ولا يسمع إخواننا آخرات المشاهدة لكي يكون مدرسة رمضان مدرسة سنة نعم إن شاء الله ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية قيل كيف البلاء نعمة قال لأنه بعد البلاء لا يأتي إلا الرخاء وبعد النعمة لا تأتي إلا البلية أنا اليوم صحيح البدن غدا المرض وارد لكن أنا اليوم مريض إذا عايش على الأمل أمل الشفاء وانتظار الفرج نوع من العبادة لما ينزل البلاء والابتلاء لأن الابتلاء للمؤمن البلاء للكافر المغلاء يمحق ومحق لما ينزل الابتلاء أستشعر رحمة الله أنا قريب من رب العبادة عز وجل حتى إن أنين المريض عند الله كزجل المسبحين يا الله هكذا قال لنا علماؤنا إن الملائكة لتسمع أنين المريض عندما يقول آه آه فتقع في سمع الملائكة الله الله يكتب ذاكرة الله الله يكتب ذاكرة ورغم أنه أشكو رغم أنه أتألم فأبو بكر في آخر أيام قل أنا أدعو لك الطبيب قال لقد جاءني قال ما رأينا طبيب قال لقد قال لي إني فعال لما أريد الله هذا الله هو يقارد للدنيا وقال الشافعي طلبوا لي طبيب الوراء طبيب البشر يعني وطلبت أنا طبيب السماء طبيبان ذاكرة يعطي الدواء وذاكرة يجعل فيه الشفاء الله أكبر هذا ثقه أقوى أنا ثقه أسلافنا هذا ثقه أجدادنا الذين نعتز به نعم